شريف حدف النادي الأهلي وحدف الدوري للموسم الأخير والعيب الحقيقة أكتر من رائع وحسام حسن برضو زي ما يكون ناس بتوشيد الحقيقة بصفقة حسام بتقول إنه مهاجم هيقدر يزبط قد تيشرت النادي الأهلي وقدر يزبط وجوده بس الفرق بين الاتنين العيبة إيه؟ وهل ممكن الاتنين يلعبوا جنب بعض؟ أقول لك الحاجة الفترة اللي شريف كان متواجد فيها النادي الأهلي وطلع لإمبي قدم أوراق اعتماده في وجود الكابتن حلم طلوان بالأداء والأهداف اللي جابها وعندما رجع النادي الأهلي نفذ نفس تكملة مسيرة إمبي وأحرز الأهداف اللي مطلوبة منه إجادة إنه هو بيجيد التزديد بالقدم اليمنى والقدم اليسرى فهمه للدرس اللي كان عماد متعب بيكلموا عليه إنه هو أجيد ألعاب لهو واتمرن على كور فردية كور خاصة بيا من الكور العرضية من يمين الشمال وابتدى يجيدها شفناها في مدة بسيطة أهم حاجة اللي بتواجد يا أحمد في النادي الأهلي يفهم الدرس عشان النادي الأهلي مش محقى الاختبارات النادي الأهلي بتاع النجومية بس اللي ييجي لازم يعرف إنه هو هيخش البرواز من أوسع أبوابه ما عملش يبدأ التأثير منه هو المنافسة اشتعلت في كل المراكز المنافسة